يعني طمس الحضارات اللغة والحضارة مثلا المسيحية لما دخلت ما دخلتش بالاحتلال فاتت على مصر والمصريين كانوا بيتكلموا اللغة القبطية القديمة السريان يتكلمون اللغة السريانية الكلدان والأشوريين ويعني الثقافات والحضارات استمرت ولكن تغيروا صاروا مؤمنين في المسيح يسوع لأنه طبعا احنا بالنسبة للمسيحيين في فصل الدين عن الدولة فأنا لا أهدد يعني إذا شخص مسيحي ترك وصار مسلم لأنه أصلا الكتاب المقدس يتنبأ عن الارتداد ويتنبأ عن الناس التي تنكر إيمانها وبتبيع إيمانها بتتكلم عن الخيانة وبتتكلم والكتاب المقدس بيتكلم عن الارتداد وبيتكلم أن المسيحية ليست طريق مفروش في الورود حتى العابرين اللي بيأمنوا في المسيح على طول منقولهم هذا تعليم المسيح إنكار الذات حمل الصليب تعطي كل ما عندك في سبيل الرب يسوع أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه خلاص أنت حياتك بالكامل صارت ملك الرب يسوع ما في شيء بالمسيحية اسمه دولة مسيحية لحتى أمريكا ولا أوروبا بالعكس حتى الدول مثل الصين يعني مثلا فيها مسيحيين مؤمنين أكتر من أغلب دول الغرب مع أنه دولة ترفض المسيحية وتمنع المسيحية وهكذا في دول كثيرة المسيحية هي امتداد ملكوت الله أي نتوج المسيح ربا وملكا على حياتنا بيبتدي ملكوت الله على الأرض ونحصل على الخلاص عندما نقبل ونؤمن بالرب يسوع المسيح فإذن عندها نكرز ونبشر الآخرين في كتير ناس بترفض وفي كتير ناس بتقبل ولكن ما في إرغام ولا في قوة ولا في سيف ولا مما شابه وأيضا لا تستطيع أن تبرر العنف في سبيل نشر الدين إذا بررت العنف والسيف هذا معناته أنه دينك هش أو ضعيف فأنا إيماني ليس ضعيف إلهي ليس ضعيف مسيحي هزم الموت هو حي إلى أبد الأبدين قام من الأموات وهو يتفاعل الآن من خلال أحبائه من خلال الكنيسة من خلال المؤمنين ولكن عندما نطمس اللغة والحضارة والثقافة والتراث وبعدين نطمس الهوية أنا هوية تروح بالكامل فإذا فيه علامة سؤال كبير أنا محتاج أجاوب عنه ترجمة نانسي قنقر